مع اقتراب موعد الحفل الملكي الأردني بمناسبة زفاف الأمير الحسين عبد الله الثاني ولي العهد كشفت مديرية الأمن العام عن تفاصيل الخطة المرورية التي سيبدأ تنفيذها من الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس المقبل ولغاية السابعة مساء ووفقا للخطة المرورية ستغلق الطريق التي سيمر منها الموكب الملكي وتمتد من الدوار الثالث قصر زهران باتجاه الدوار الرابع وصولا إلى الدوار الثامن شارع زهران ثم باتجاه دوار الشعب ودوار المدينة الطبية باتجاه شارع سعد خير وصولا إلى قصر الحسينية وستنظم الخطة توقيتات الإغلاقات وأماكنها والتحولات المرورية والطرق البديلة كما تشمل نشر أعداد كبيرة من رقباء السير ودوريات النجدة للدلالة والإرشاد ومساعدة المواطنين مديرية الأمن العام أوضحت أن الخطة الأمنية كفلت تأمين خطوط السير والوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة على مسار الموكب إضافة إلى نشر نقاط للدفاع المدني على طول الطريق خلال مدة الإغلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر